إذ لم تتطرق إلى هذه الإدعاءات الزائفة أي جهة ذات مصداقية في المجتمع الدولي عدد دول التي يحفل سجلها بانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي ويمتد أثره إلى المستوى الدولي إن المثير للإستقراب أننا نجد أنفسنا اليوم أمام دول تمارس الفعل وتحاضر عن مكافحته فقد أدهشتنا محاضرات الإمارات والبحرين عن مكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وهي نفس الدول التي وصلت مراتب متقدمة جدا في ممارسات ترويع المدنيين وقمعهم وانتهاك حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول مما يقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي وقد تجلى ذلك في التدخل في المحاولات المتكررة من قبل تلك الدول لزعزعة الأمن والاستقرار في دولة قطر منذ قيام تلك الدول بتخطيط وتمويل والدعم محاولة الإنقلاب الفاشلة ضد دولة قطر عام 1996 حتى قيامها بالحصار الحالي عليها علاوة على محاولة تلك الدول ترويع المواطنين وتكرار الأكاذيبي بأسلوب يذكر بمقولة اكذب 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 حتى يصدقك الناس واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك هذا بالإضافة إلى توفير الإمارات المنصات للتحويلات المالية لأكبر عملية إرهابية في تاريخنا الحديث ومرور غالبية الإرهابيين الذين ارتكبوا تلك العملية عبر أراضيها كما ورد في التقرير الرسمي الصادر عن لجنة 11 سبتمبر حول الأحداث المؤدية إلى ذلك الهجوم الإرهابي وفي حين أن هذه الدول تدعي لنفسها مكافحة الإرهاب فإن الجميع يعلم أن الإرهاب لم ينطلق إلا من رحمها ورحم سياستها المتهورة وغير المسؤولة وإننا نأسف لهذا المستوى الذي وصلت إليه المنطقة بسبب الدخول في هذه المقامرات السياسية السيد الرئيس فيما يخص الإفتراءات على بلاد التي أتى بها ممثل البحرين فإن حالة الهذيان التي سولت للسلطات البحرينية تدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر تعبر عن أزمة حقيقية لدى القيادة في البحرين فعوضا عن حل أزماتهم الداخلية يقومون باختلاق ونسج أوهامهم العبثية والمزيفة للتاريخ عبر عقد مؤتمرات وبث خطاب إعلامي مغلوط ومشبوه كما أن الخوض في التاريخ لن يكون أبدا في صالح البحرين ولذا وجب التنويه إن سجل البحرين الحافل بالانتهاكات وسياسة القمع الممنهج التي يدفع ثمنها مواطنوها لا يؤهلها للحديث عن مكافحة الإرهاب والتطرف وحقوق الإنسان وبالتالي فإن الأحرى بها أن تلتزم بالمواثيق الدولية وتحترم حقوق الإنسان وعليها أن تدرك أن حل مشاكلها لن يتحقق بتوجيه الاتهامات الزائفة إلى الدول التي تتمتع بسجل يتفوق على سجلها خاصة في المجالات التي توجه فيها البحرين الاتهامات والأحرى بها أن تلبي المطالبات الأممية والحقوقية حيال القضاء على التمييز والتهميش بين المواطنين البحرينيين الذي يفضي إلى خلق بيئة خصبة لانتشار التطرف والإرهاب الذي تعاني منه المنطقة إن الإجراءات الأحادية غير القانونية التي اتخذتها البحرين ضد بلادي لا تساهم إلا في تقويض أطر التعاون الإقليمي التي تعد من أهم ركائز تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف سيد الرئيس من المثير للسخرية محاولة الإمارات تسويق نفسها زورا على أنها عنصر استقرار في المنطقة فلم يعد خافيا ما تنتهجه الإمارات من سياسات غير مسؤولة في المنطقة تهدف إلى المساس بتماسك الدول والشعوب الشقيقة وزعزعة المنظومات الإقليمية الهامة كمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون الاكتراث بالقانون الدولي وأحكام الميثاق ومبادئ حسن الجوار لقد أصبح القطاع المالي للإمارات ملاذا للالتفاف على تدابير العقوبات المالية التي يفرضها مجلس الأمن ولغسيل الأموال الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية بحسب ما تشير التقارير الأممية والدولية وكما بات معروفا اعتماد الإمارات على شركات المرتزغة الخاصة لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة ولجوئها إلى شركات التجسس بهدف ترويع مواطنيها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وكذلك بات معروفا خرق الإمارات لمنظومات العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن كما يتبين من التقارير الأخيرة لفريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1973 وفريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 2140 هذا هو السجل للإمارات على المستوى الإقليمي والدولي ولهذا أن المتابعة لما تقوم به الإمارات يدرك أنها لا تأبه بالتزاماتها الدولية وأنها أصبحت تمثل رأس حربة لتقويض الأمن والاستقرار في مختلف الدول من الشرق الأوسط إلى إفريقيا وأبعد من ذلك وبالتالي فأنها أضحت عرابة الدمار والخراب أن من العجب أن تدعي الإمارات زورا أنها عرابة الديمقراطية والحداثة في المنطقة وفي الوقت التي تفرض قوانينها عقوبة السجن لمدة 15 عاما على مواطنيها لمجرد إبداء الرأي وفي الوقت الذي توثق التقارير الدولية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان ومنها تقرير فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين المستقلين المعني باليمن الذي أشار إلى انتهاكات مروعة ومشينة لحقوق الإنسان ارتكبها موظف الإمارات وأننا نعبر هنا عن شعورنا بالإشمئزاز إذا أم ورد في الفقرة رقم 71 من التقرير بشأن جرائم حرب قل أن يكون لها مثيل في عصرنا الحاضر السيد الرئيس في شهر يوليو الماضي أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا ملزما بالموافقة على طلب دولة قطر باتخاذ تدابير ضد الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيث نص القرار المحكمة على إلزام الإمارات بأن تضمن أولاً لما شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها الإمارات ثانياً إعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات لاستكمال تعليمهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا راقبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى ثالثاً السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات بالوصول إلى محاكم الإمارات وغيرها من الأجهزة القضائية السيد الرئيس يعد هذا القرار اعترافاً من أرفع جهاز قضائي دولي بوجاهة الموقف القانوني لدولة قطر في الأزمة المفتعلة ضدها وإنصافاً لحقوق المواطنين القطريين المتضررين من الإجراءات القصرية الأحادية قير القانونية والتمييزية والحصار الجائر المفروض عليها وأتساءل هنا أين الإمارات من احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية التي هي طرف فيها شكراً سيد الرئيس شكراً سيد الرئيس